السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس لدروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات موضوع درسنا اليوم بعنوان مساحة الدائرة سنتعلم اليوم بمشيئة الله إيجاد مساحة الدائرة ما هو قانون مساحة الدائرة وكيف أحسب مساحة الدائرة هذا ما سوف نتعلمه في هذا الدرس لدينا التمهيد التالي لإيجاد مساحة الدائرة يمكن تجزئت الدائرة إلى أجزاء صغيرة وبترتيب هذه الأجزاء لتكون متوازي أضلاء لاحظ أن ارتفاع متوازي الأضلاء هو نصف القطر للدائرة وأن القاعدة لمتوازي الأضلاء هو نصف المحيط للدائرة لحساب مساحة متوازي الأضلاء لحساب مساحة متوازي الأضلاء نصف المحيط مضروبا في نصف القطر بالإمكان استبدال المحيط والتعويض عنه بقانون محيط الدائرة اثنان طا نق بالتبسيط هنا على اثنان بواحد المتبقي لدينا طا ضرب نق ضرب نق إذن طا مضروبا في نصف القطر تربيح وهو قانون مساحة الدائرة التعبير اللفظي مساحة الدائرة تساوي ناتج ضرب طا في مربع نصف القطر النموذج لاحظ نصف القطر رمز نق الرموز ميم أي مساحة الدائرة تساوي طا وهي ثلاثة واربعة عشر من مئة تقريبا أو اثنان وعشرون على سبعة نق أي نصف القطر تربيح المثال الأول احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور لدينا نصف القطر في الدائرة باثنان سنتيمتر إذن مساحة الدائرة تساوي طا في نق تربيح بتعويض الطا بثلاثة واربعة عشر من مئة ونصف القطر باثنان اثنان تربيح أي اثنان ضرب اثنان وتساوي أربعة أربعة ضرب ثلاثة واربعة عشر من مئة تساوي اثنى عشر وستة وخمسون من مئة تقريبا إذن مساحة الدائرة تساوي اثنى عشر وستة من عشر سنتيمتر مربع تقريبا المثال التالي احسب مساحة الدائرة نصف قطرها ثلاثة واثنان من عشر سنتيمتر قرّب الناتج إلى أقرب عشر إذن لدينا في الدائرة نصف القطر بثلاثة واثنان من عشر القانون لمحيط الدائرة طا مضروبا في نصف القطر تربيح تعويض الطا بثلاثة واربعة عشر من مئة ونصف القطر بثلاثة واثنان من عشر تربيح ثلاثة واثنان من عشر تربيح أي ثلاثة واثنان من عشر ضرب 3.2 من 10 ناتج ذلك يساوي 10.24 من 100 3.14 من 100 ضرب 10.24 من 100 تساوي 32.2 من 10 تقريبا إذن مساحة الدائرة تساوي 32.2 من 10 سنتيمتر مربع تقريبا المثال التالي مسألة نقود احسب مساحة الوجه الظاهر من قطعة النقود في الشكل المجاور قطعة النقود لدينا قطرها كاملا 24 مليمتر قانون مساحة الدائرة يستخدم فيه نصف القطر إذن الخطوة الأولى حساب نصف القطر لقطعة النقود 24 مليمتر ضرب نصف إذن نصف القطر 12 مليمتر قانون مساحة الدائرة طاء مضروبا في نصف القطر تربيع كم قيمة الطاية أبطال أحسنتم 3 و 14 من 100 أو 22 على 7 و نصف القطر بـ 12 12 تربيع كم تساوي نعم بارك الله فيك 144 12 ضرب 12 3 و 14 من 100 ضرب 144 ناتج ذلك يساوي 452 و 16 من 100 تقريبا إذن مساحة قطعة النقود تساوي 452 و 12 من 10 مليمتر مربع تقريبا المثال التالي برك سباحة طلية أرضية بركة سباحة دائرية باللون الأزرق إذا علمت أن قطر أرضية البركة 9 أمتار فما المساحة التي طلية باللون الأزرق القطر 9 متر إذن نصف القطر كم يساوي صحيح إذن نصف القطر 9 ضرب نصف نصف القطر يساوي 4 و 0.5 متر إذن بحساب مساحة البركة طاء ضرب نصف القطر تربيع وذلك لأن البركة دائرية الطاء بـ 13 و 14 من 100 نصف القطر بـ 4 و 0.5 تربيع 4 و 0.5 تربيع تساوي 20 و 25 من 100 مضروبة في 3 و 14 من 100 تساوي 63 و 585 من 1000 ويعني ذلك ويعني ذلك أن المساحة التي طليت باللون الأزرق تساوي 63 و 6 من 10 متر مربع تقريبا ملاحظة القطاع هو جزء من الدائرة محاط بنصفي قطر المثال المثال التالي رسم محمود دائرة قطرها 16 سنتيمتر ثم قام بتلوين نصفها احسب المساحة التقريبية للقطاع الذي لونه محمود هل مساحة التقريبية للقطاع تساوي 100 سنتيمتر مربع أم 402 سنتيمتر مربع أم 201 سنتيمتر مربع أم 804 سنتيمتر مربع لحساب ذلك سوف نوجد مساحة الدائرة كاملة طاء نق تربيع نصف القطر لدينا كمساوي ممتاز بثمانية 16 هو القطر كاملا إذن نصف القطر بثمانية ثمانية تربيع أي ثمانية ضرب ثمانية تساوي 64 64 مضربة في ثلاثة واربعة عشر من مئة تساوي تقريبا مئتان لاحظ أن المئتان هي مساحة الدائرة كاملة قياس الجزء الملون 180 درجة الدائرة كاملة 360 درجة بالتبسيط النصف أو 1 على 2 إذن الجزء الملون هو نصف مساحة الدائرة مساحة القطاع تساوي نصف المئتان إذن تساوي 100 سنتيمتر مربع بذلك فإن الإجابة هي الاختيار ألف المثال المثال التالي رسم سلمان دائرة نصف قطرها 7 سنتيمترات ودائرة أخرى نصف قطرها 10 سنتيمترات ما الفرق التقريبي بين مساحتي الدائرتين هل الفرق التقريبي بين مساحتي الدائرتين 28 سنتيمتر مربع أم 40 سنتيمتر مربع أم 160 سنتيمتر مربع أم 254 سنتيمتر مربع سوف نقوم بحساب مساحة كل من الدائرتين ونطرح لحساب الفرق بينهما إذن مساحة الدائرة الأولى طاء في نق تربيع نصف القطر بسبعة إذن سبعة تربيع كم تساوي ممتاز 49 49 ضرب 3 واربعة عشر من مئة تساوي 153 سنتيمتر مربع تقريبا بحساب مساحة الدائرة الثانية طاء ضرب نق تربيع قيمة الطاء بثلاثة واربعة عشر من مئة نصف القطر بعشرة عشرة ضرب عشرة كم يساوي أحسنت مئة إذن ثلاثة واربعة واربعة عشر من مئة ضرب مئة تساوي ثلاثمائة واربعة عشر سنتيمتر مربع لحساب الفرق بين مساحتي الدائرتين ثلاثمائة واربعة عشر ناقص مئة وثلاثة وخمسون وناتج ذلك يساوي مئة وواحد وستين سنتيمتر مربع أي تقريبا مئة وستين سنتيمتر مربع إذن الإجابة هي الاختيار جيم تقويم احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور فاصل ابدأ الحل لدينا خمسة سنتيمترات هي نصف القطر ما هو قانون مساحة الدائرة نعم طاء مضروبا في نصف القطر تربيع إذن ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب خمسة تربيع خمسة تربيع كم تساوي ممتاز تساوي خمسة وعشرون خمسة ضرب خمسة تساوي خمسة وعشرون خمسة وعشرون مضروبة في ثلاثة واربعة عشر من مئة تساوي ثمانية وسبعون ونصف إذن مساحة الدائرة تساوي ثمانية وسبعون ونصف سنتيمتر مربع تقريبا التقويم التالي احسب مساحة الدائرة الموضحة في الشكل المجاور فاصل ابدأ الحل لاحظ لاحظ أن الدائرة بقطر كامل والمطلوب لحساب مساحة الدائرة هو نصف القطر فقط إذن نصف قطر الدائرة ستة متر ضرب نصف تساوي ثلاثة أمتار طاء ضرب نصف القطر تربيع تعويض نصف القطر بثلاثة ثلاثة تربيع أي ثلاثة ضرب ثلاثة وتساوي تسعة ثلاثة وأربعة عشر من مئة ضرب تسعة تساوي ثمانية وعشرون وستة وعشرون من مئة ويعني ذلك أن مساحة الدائرة تساوي ثمانية وعشرون وستة وعشرون من مئة متر مربع تقريبا تقويم اكتشف الخطأ يحاول كل من مشعل وسعود حساب مساحة الدائرة قطرها ستة عشر سنتيمتر أيهما على صواب وضح إجابتك ذكر مشعل أن المساحة تساوي طاء مضروبة في ثمانية تربيع وناتجها يساوي مئتان وواحد سنتيمتر مربع وذكر سعود أن المساحة تساوي طاء مضروبة في ستة عشر تربيع وتساوي ثمانية وأربعة سنتيمتر مربع أي الإجابات هي الصحيحة هل هي إجابة مشعل أم إجابة سعود لاحظ أن الإجابة الصحيحة هي إجابة مشعل وإجابة سعود خطأ السبب لأن سعود قام بتربيع القطر بدلا من نصف القطر اختر اختر الإجابة الصحيحة مساحة الدائرة نصف قطرها ستة أمتار تساوي تقريبا ثمانية وخمسون متر مربع أربعة وتسعون متر مربع مئة وثلاثة عشر متر مربع مئة وخمسة وأربعون متر مربع ستة هو نصف القطر بحساب مساحة الدائرة طاء ضرب نصف القطر تربيع قيمة الطاء ثلاثة وأربعة عشر من مئة نصف القطر لدينا ستة ستة تربيع أي ستة ضرب ستة أحسنت تساوي ستة وثلاثين ثلاثة وأربعة عشر من مئة ضرب ستة وثلاثين إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث إذن مساحة الدائرة تساوي مئة وثلاثة عشر متر مربع تقريبا التقويم التالي مساحة قطعة سجاد دائرية الشكل نصف قطرها واحد متر هل تساوي المساحة ثلاثة واربعة عشر من مئة متر مربع أم تسعة ونصف متر مربع أم عشرين متر مربع أم خمسة وثلاثين متر مربع بحساب بحساب مساحة قطعة السجاد بما أنها قطعة دائرية إذن المساحة تساوي طاء مضروبة في نصف القطر تربيع قيمة الطاء التقريبية ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب نصف القطر نصف القطر لدينا بواحد واحد تربيع أي واحد ضرب واحد بواحد ثلاثة واربعة عشر من مئة ضرب واحد إذن مساحة قطعة السجاد تساوي ثلاثة واربعة عشر من مئة متر مربع تقريبا السؤال التالي اختيار من متعدد رسم سعود الدائرة المجاورة وقام بتلوين جزء منها ما المساحة التقريبية للقطاع الذي قام سعود بتلوينه هل المساحة التقريبية للقطاع الملون تساوي ثمانية وثلاثون ونصف سنتيمتر مربع ام مئة واربعة وخمسون سنتيمتر مربع ام ثلاثمائة وعشرة سنتيمتر مربع ام ستمائة وستة عشر سنتيمتر مربع لمعرفة المساحة للقطاع سوف نقوم أولا بحساب مساحة الدائرة كاملة إذن طاء ضرب نصف القطر تربيع نصف القطر لدينا بأربعة عشر إذن أربعة عشر تربيع أربعة عشر تربيع أي أربعة عشر ضرب أربعة عشر وتساوي مئة وستة وتسعين مضروبة في ثلاثة واربعة عشر من مئة ناتج ذلك يساوي ستمائة وخمسة عشر واربعة واربعون من مئة تقريبا لاحظ أن الجزء الملون هو بقياس تسعين درجة قياس الدائرة كاملة ثلاثمائة وستين درجة بالتبسيط فإن ذلك يساوي واحد على أربعة إذن بضرب المساحة للدائرة كاملة في ربع مساحة القطاع تساوي ستمائة وخمسة عشر واربعة واربعون من مئة مضروبة في ربع ناتج ذلك يساوي مئة وثلاثة وخمسون وستة وثمانون من مئة بالتقريب فإن ذلك يساوي مئة واربعة وخمسون وهي الإجابة تعلمنا اليوم درس مساحة الدائرة وتعلمنا طريقة حساب مساحة الدائرة باستخدام القانون طاء وهي القيمة التقريبية ثلاثة واربعة عشر من مئة أو اثنان وعشرون على سبعة مضروبة في تربيع نصف قطر الدائرة شاكر ومقدر لكم متابعتكم متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر